بعض الطلبة قال في خلاوي أنصار السنة يقولون بأن بلد كان على حق في خروجه على السعودية وأن العلماء الذين أفتوا بدخول الجيوش الأمريكية لحماية المملكة على باطل أولا القولداء هو الباطل ومكوم من جزئين خروج بلد وفتوى العلماء فتوى العلماء هي فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في دخول القوات الأمريكية لحماية السعودية والقولداء إحنا قبيت ذكرنا أنه يتبع لقائدة شنو؟ أيوة المفاسد والمصالح وقائدة الضرورة والضرورة قد تقتضي أن الإنسان يستعين بكافر لحماية الدولة المسلمة كدسة خليك من تأصيل المسألة الشرائية أنت في حياتك اليومية لو أنت طلب عليك حرامي كويس؟ والحرامي شايل له سلاح أنت ما تقدر عليه شايل سلاح ناري أنت ما قادر عليه وجارك بيجاه اسمه ميخايل مهيني كويس؟ وميخايل دا عنده سلاح برضه ممكن يجي يخش يداوس الكافر داو بيقدر عليه أنت بتقول لا ميخايل أتلب ببساطة كده لأنه دي أخوانا مسألة بتاع الضرورة والضرورة زل ما بيقعد ينظر لأنه بيجوز ولا ما بيجوز زي ما قلت لك زل جعان دا يموت ولقال لك الدام وميته ما بتقلت تقول يا ربي دي طبحوها ولا ماتت يا أخ مالك مالا ماتت براها طبحوها أكل شان ما تموت فدي قضية الضرورة والعلماء فقهم في المسألة مبني على هذا وهو اجتهاد في النهاية الشيخ الألباني أفتع بغير ذلك الشيخ ابن باز أفتبع وفق العلماء بعد ما مر الزمن سبحان الله كلهم أدركوا صحة فتوى الشيخ ابن باز وصحة اجتهادي فالمسألة الذي كونه يجي زول ينكر ساي دا هو ذاته ما في مصافة العلماء ديل شان يجي يدخل نفسه فيهم دا العالم ابن باز دا امام جهبذ امام قدوة حتى المشايخ المعاصرين له كانوا يعتبروه هو القدوة هو الامام الكبير رحمه الله تعالى فامام جبل ما ممكن يجي واحد الساي كده قاعد له في خلوة قال طالب خلوة ساي ياخ طالب خلوة تعترض على الشيخ ابن باز يا ودليل ما عندك وفي النهاية دي مسألة اجتهادية ما تقول لي وهذا باطل ولا يجوز ما زال اجتهادية انت بتقول والله انا ارى ان الصواب مع كذا وارى ان الصواب مع كذا ما زال اجتهادية في النهاية ما يعنى في على المخالف طيب المسألة التانية قال ابن لادن كان على حق في خروجه على السعودية الكلمة دي تغتضي تغتضي واحد من اتنين اما تكفير الدولة السعودية لانه ابن لادن خرج عليها وعندنا الخروج زي ما بيان نقبل انه ما يجوز اللي شنو الا على الكافر فواحد من اتنين اما تكفير الدولة السعودية ونقول لك قدم البرهان نحن ما سعودين ولا لابس اللي انا عقال نحن بنقول لك كفرت الدولة السعودية قدم البرهان على تكفيري لو كفرت الدولة السعودية قدم البرهان وين برهانك وما عندك برهان لانه النبي صلى سلم قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ده العهد اللي اخذوا النبي صلى سلم في حديث عبادة طيب اما الاحتمال الثاني ترى ان الدولة السعودية ما كافرة مسلمة لكن يجوز الخروج على الحاكمة المسلم وده مخالفة لمنون للنبي عليه الصلاة والسلام فهو باحد خيارين اما يثبت لنا انه بيجوز الخروج على المسلم او يثبت لنا انه السعودية كفرت شان يكون خروج بلاد خروج صحيح وخروج بلاد خروج باطل وهو رجل ثوري خارجي رد عليه جميع العلماء منا الشيخ ابن باز ابن باز رحمه الله تعالى ورد عليه الشيخ الفوزان ورد عليه الشيخ النجمي وغيرهم من اهل العلم الكثير وما جاب خير في النهاية يعني بلادي نستجاب شن يعني وين الدولة الكافرة اللي كتلهم وين الكفار اللي كتلهم وين المصالح اللي جابة للمسلمين بخروج بلاد فتن بس ماشا قيل انه ضرب الممنى بتاع التجارة الامريكي بيقولوا كده اها لو ثبت الخير اللي جابوا ايشنو النتيجة كانت اهلكوا دولتين اهلكوا دولتين من المسلمين ازالوا الافغان ازالوا العراق وبعدها ما الشين ازالوا دول بسبب هذا الشغل التعجل ودفع كل شغل بتاع عجلة وهوى وتسرع بس وصية القحطان بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطان